فشل ذري عسكري وسياسي في العراق وأفغانستان لطخ سمعة الهيمنة الأمريكية وأفقدها حلم فرض القطب الواحد لتبحث التعويض عن هذا الفشل وإعادة الثقة لنفسها من خلال الحرب الروسية الأوكرانية هكذا تقرأ صحيفة واشنطن بوست التوجه الأمريكي حيال الغزو الروسي لأوكرانيا تقول الصحيفة إن واشنطن كانت واقعة في الفخ الأفغاني وتتابع صعود الصين كقوة عالمية وبرنامج التحديث العسكري الروسي الطموح بقدر كبير من القلق حتى بدى وكأن عصر الهيمنة الأمريكية وصل إلى نهايته بشكل سريع فكان لابد من إثبات الذات من خلال إبراز دور الدعم الأمريكي للقوات الأوكرانية في مواجهة الروس وتكبيدهم خسائر كبيرة ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي في البنتاجون أن الأسابيع القليلة الماضية أظهرت أن الولايات المتحدة يمكنها تنظيم أولوياتها في النظام المالي العالمي وشبكة حلفائها بطرق يمكن أن تؤدي إلى أضرار كبيرة بموسكو ولا تغفل واشنطن بوست ما يظهره البنتاجون من نشوة في رؤية صمود القوات الأوكرانية التي تلقت تدريبات على يد الولايات المتحدة والنيتو كل ذلك صحيح بالمنظور العام لكن هل هذا الدعم الأمريكي لأوكرانيا سينقذها من جحيم حرب طويلة؟ هذا ما يشكك به مراقبون إذا أن الولايات المتحدة طالما دربت جيوشا في الدول التي غزتها مثل العراق وأفغانستان وأنفقت المليارات على تدريبها والتي أثبتت فشلها وهزالتها نهاية الأمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا قد يطيل أمد الحرب ويشكل استنزافا لروسيا لكن نهاية الأمر سيكون هذا الصراع على حساب الشعب الأوكراني ومصير بلاده وليس من المستغرب أن تغادر أمريكا اللعبة بعد أن تتحول أوكرانيا إلى خراب وما النموذج العراقي والأفغاني عن الأذهان ببعيد